مشاهدينا دايماً منقول إنه لكل ده دواء لكن طريق تناولنا للأدوية لازم نحط تحتها خطوط حمر حتى ما نوقع بأخطاء ونتفادى أي آثار جانبية سلبية ممكن تأثر على صحتنا الجسدية والعقلية اليوم منسمع عن كتير من الأخطاء الشائعة حبة دواء مفيدة معنا تأكيد الحبتين مفيدين جارتي عنده مرض معين فأنا حكماً لازم أخذ نفس الأدوية يلي بتاخدها والعديد من الأخطاء يا ليلى يلي نحن نازم يكون هنا وعي أكتر حول تماماً مثل ما ذكرتي قديش هاي القصص شائعة أنه هاي الحبة أخذتها ممكن أخذ أكتر أو ممكن يلا نص الظرف لحتى أنا ممكن حتى أحياناً مسكن يعني وجع الراس أنا ما صحي راسي من أول حبة ولا من تعم ضلني عم بأخذ قديش هذا غلط قديش مهم نلتزم بوصفة الطبيب في كتير أشخاص ما بيلتزموا بوصفة الطبيب وممكن ياخدوا أدوية أو أحياناً تخالط الأدوية ممكن يصير عندهم تشكل خطر كبير على حياتهم أو تعملون حساسية أو أي أعراض سلبية تانية رح نحكي أكتر عن هذا الموضوع وأهمية اتباع الأساليب الصحيحة والالتزام أهم شيء بوصفة الطبيب مع ضيفتنا لليوم استشارة الصيدلانية ليلى غسان مارديني يسعد صباحك وأهلا وزهلا فيك يسعد صباحك دكتوريا يمكن بداية هيك شرحنا بشكل بسيط عن الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبوها بعض الناس اليوم بتناول الأدوية حابين معك اليوم نتوسع نشرح أكتر شو هي أهم الأخطاء نواعي الناس أكتر فيها متل ما ذكرته سبايا قدي ضروري نحنا نتقياد بوصفة الدكتور وشو بيقلنا؟ عادة الدواء وقت بيقلنا الدكتور ناخده بوقت معين لأنه نحنا ليعطينا الفائدة اللي بدنا ياها بده يوصل بتركيز معين عدم فنحنا لناخد هيدا الفائدة بدنا نتقياد بوصفة الدكتور وإلا رح نتعرض لآثار جانبية ما رح ناخد الفائدة اللي بدنا ياها أو حتى ممكن نتعرض لأنتقاسات نحنا بيغينا عنا تماما دكتور هالكتير في أشخاص بينتحلوا شخصية صفية الدكتور يعني هنو بيكونوا من ضد العيلة أحيانا الأقارب الأصدقاء إنه ما في داعي تروح لعن دكتور خود هالدواء دواء التهاب دواء ما بيدركوا قديش في مخاطر قديش هذا المهم النوعي لقلو كثير بتصير بيجوا على السيدلية بدي دواء لثلاث حبات اللي وصف لي يا مدريمين لسه لهلا بليز بدنا ننتبه المضادات الحيوية بالذات هي كائنات حيوية دقيقة إما بتوطل جرسيم أو بتصبت تكاثر كائنات دقيقة أخرى تماما يمكن كل جسم أو كل عمر إلو درجة معينة من الأدوية تماما تماما بالضبط كل جرسومة إلاصات حيوية معين بيأثر عليها وكل حالة مراضية إلا شي معين بيأثر عليها هاد الشي بيتم بعد زرع وبعد ما بيه الدكتور هو اللي بيحدد هاد الدواء المناسب إلنا تماما في كتير شغلات كمان منلاقيها بتلاقي أم منخوفة على أبنة بس بلشترسفة حرارته بدي دواء التهاب صحيح وخافة حرارة ما بيصير فيه موضات خافضات حرارة الدكتور بيوصفة أما بالنسبة لدواء الالتهاب فنحنا عم نضاعف مناعة جسمنا اللي هي كتير أساسية بالنسبة إلنا ممكن الأهم أنه نحنا الجسم تضعف مقاومته تجاه هذا الصاد الحيوي بيقوم الصاد ببطل اللي يفيدنا بالمراضة والحالات الجائلة وغير هيك ما حنأخذ الفائدة اللي بدنا ياها وأكيد كل دواء له آثار جانبية كمان طبعا نحنا ما في داعي نتعرض له يعني اليوم قدامهم نحنا ننتبه لصلاحية الدواء نعرف البدء الانتهاء كرمال ما نأخذه بعد ما تخلص مدته ويصير يمكن لنا آثار جانبية سلبية تمام كتير مهم هالسؤال فترة صلاحية الدواء هي الفترة اللي الشركة المصنية على الدواء أكدت لنا أن هذا الدواء هو آمن خلال هالفترة تمام وأي دواء السبعتية تبعيته تتغير مع مرور الزمن بعد انتهاء الصلاحية هلأ في أدوية ممكن تنقص فعاليتها وفي أدوية ممكن تتحول لمركبات سامة يتأثر على جسمنا بس في شي كتير بحب نوح عليه مو بس فترة صلاحية الدواء اللي بدنا ننتبه له في أشكال سيدلانية بعد فتح العبوة فبيصير فيه تاريخ صلاحية جديد تمام قطرات العين تمام كتير من نسمع عن الأمور بس ما بعرف إذا هي شائعات أم لا فعلا لازم ننتبه كتير ضروري ننتبه له وما نهمل هالموضوع أبدا الأطرات العينية بالذات معنا 28 يوم من بعد ما نفتح مو نخليها بالجزان بدنا منستعمل أو بعد سنة مثلا ممكن استعمل نفس الفكرة خلينا نحكي عن التخزين يعني هلأ في ناس بيحطوا الأدوية بالبراط بيقولوا لك قد ما تركتها أنه بتطول أو ممكن يحطوها بغرفة دافية حتى خلينا نقول بالشتوية مثلا أنه تعرضت للحرارة قديش هاد الشي مهم لحتى نعرفه كتير ضروري على فعالية الدواء أنا وقت بشتري الدواء من أستاذ ألي كل دواء كاتبين عليه أدي درجة الحرارة المطلوبة لاتخزها بس مال كل الناص بينتبهوا لهي لصة كتير ضروري نحنا بدنا ننوع على هاد الموضوع هاد كتير ضروري في أدوية هي بحاجة تلاجة في أدوية بيقولوا لك بدرجة حرارة الغرفة درجة حرارة الغرفة مو يعني المطبخ ما بصير نتعرض للحطوبة قريبا للشمس ممكن كتير منلاقي تماما بتلاقي بالسيارات ظروفة المسكنات تمام طيب خلينا هيك نكون واقعيين أكتر ونقول لما نروح اليوم لعند الدكتور لما نكون مريضين يعطينا وصفة دوائية بيكتبلنا بعد أو قبل الطعام بتلاقي شريحة كتير من الناس ما تلتزم بهذا الموضوع ممكن تاخد الدواء قبل الطعام أو بعده أو بالمرة ما تاكل وتاخد الدواء هل هذا الشيء ممكن يأثر على صحة المريض؟ طبعا قبل الأكل أو بعد الأكل هذا الموضوع الأوقات الأشخاص بتستسهلهم كما تخضلتني كثير وقت بيقول الدكتور كلمة قبل الأكل فيه شيء ضروري نحن نعرفه أنا ما يعني أأخذ الحبة وبعده ضغري آكل أنا بدي أنطر من نصفها على ثاعة مينموم لأنه بيكون هدف الدكتور أنه يوصل للدواء على دم المريض بلا ما يتأثر بالطعام هلأ غالبا هاد الشيء بيكون على الأجهة الهضمية أما لما منقول كلمة بعد الأكل فبيكون هدفنا أنه نحمل نحن نحمل غشاء المخاطئة للمعدة تماما قد يضر المعدة وإذا بيكون فيه أدوية تقيلة أحيانا بتتاخد هي على معدة فاضية كثير مشان هيك نحن منأكد ضروري يكون فيه تناول أجهة من الطعام قبله وممكن بهيدا الأمور أنه نعواد بمضادات الحموضة حماية المعدة طب دكتورة خلينا نحكي عن أكثر الطرق الشائعة اللي ممكن هي تضارب الأدوية مع بعضها قديش بتضربي حياة الشخص وأحيانا ممكن أن تعمل حساسية في أشخاص بيقولوا صار عندهم حساسية فجأة تورموا بيكونوا أخدين يمكن أدوية مع بعضهم نوعين ما بيصير أنوا يتأخذوا مع بعضهم تماما لهايك كثير ضروري وقت المريب يروح لعند السيدلاني أو لعند الدكتور يشرح له كل وضعه، الأمراض اللي معوينها، الضغط، السكري، الربو يعطيه تاريخها طبي إلوه، يعاني من الشيء تماما تماما، الأدوية اللي بيأخذها، إذا فيها تحسس متل ما تفضلتي تجاه أي مادة معينة كل حالة مرضية وإلى شيء معين بده يوصفها الدكتور إلى المرأة المرضعة إلى شيء الحامل في شيء معين فيه كمان شيء كثير أوقات بيسمعه ومنغلط فيه بيأخذوا حبة تدوى أوقات بعض الأشخاص مع كاسة عصير ومع كاسة حليل بدل كاسة الماء بدنا ندير بالنا كثير فيه أوقات أدوية تداخل مع كاسة العصير اللي نحن عم نشربها وأكثر العصائر اللي عم تسبب لناها هي عصير الجريفون تمام فيه أدوية مثل أدوية الخافضة للكولستيرول مثل الستاتينات بتتأثر مع عصير الجريفون ممكن مع كاسة الحليب حليب مع الشاي أي شيء أحيانا أدامنا نشربه وراء الحب إذا ما أدامنا ماء بالضبط فدائما خلينا مع كاسة ماء ما نعود عنه بشيء تاني ما نهمل هالموضوع أبدا طيب، لما نقول اليوم فيه خطأ طبي نحن ما مفروض نحط اللوم بس على المريض على الأخطاء الشائعي اللي ممكن يرتكبه اليوم لازم يكون فيه تواصل ثلاثي بين المريض بين الطبيب وبين الصيدلاني اليوم خلينا نوضح قد ممكن التشخيص الخطأ من الطبيب يأثر على يعني سبب مشاكل كتير ممكن يعطيني وصف الدواء خاطئة وهون فعلا ممكن يصير فيه خطأ طبي تماما لهيك وقت المريض عم يشرح كل وضعه للدكتور فنحن رح نتفاضي هات الخطأ وبنفس الشي وقت نشرح هذا الوضع للصيدلاني فكمان الصيدلاني رح يعرف شو يعطينا صح بناء على وصفة الدكتور طبعا ممكن فيه ناس ما كتير تشرح الحال اللي عنده يمكن بيصير فيه اكتر من جلسة علاج حتى يعرف الدكتور ان هو شو صاير ماول حتى يعرف فيه اتخذ القرار المناسب للمريض هاي بقى واجبنا نحن نسأل اكيد خلينا هيك نعطي نصائح اخيرة منك دكتورة اهم شيء مثل ما قلنا ننتبه لوصفات الدكتور بالضبط شو يقلنا قبل الاكل بعد الاكل كل 8 ساعات او كل 12 ساعة او كل 24 ساعة بناء على وصفة الدكتور نحكي للدكتور لستهدلاني كل وضعنا الصحي تمام ندير بالنا على مدة صلاحية الدبع تخزين الاجوية الصحيحة يعني ما ناخد شي من حدا وصفة من اي احدا ابدا اجوية الالتهاب بالذات كتير ضروري ندير بالنا في كتير اوقات بيصير خربطة بدنا نميز بين المداد الحيوي والمداد الفيروسي نزلات البرد الانفلونزا خطأنا على هذه القصص كتير هلا رح تنتشر بالشتوية يعني مع اقتراب فصل الشتاء انه القريب والهاي يلا سبتصير الوصفات بقى العشوائية تماما اكيد منتمنى السلامة للجميع وان شاء الله الكل ينتبهوا على حالا من هذه القصص ويتبعوا الطرق الصحيحة بوصفة الطبيب وايضا الصيدلاني استشارة الصيدلاني بدنا نتشكر حضورك معنا وعلى كل المعنوات اللي قدمتني حابة اذكر سميعا بحافظات الأدوية اللي هي متوفرة بكل الصيدليات بتكون مقسمة الصبح وظهر ومساء كرمال الأشخاص الكبار بالسنة أو الأشخاص اللي ممكن تنسى الحبة كرمال تنظم لهم هات الشيء واكيد نسمى نصحة والسلامة للجميع اهلا وسهلا فيك دكتورة نورتينة